رح نحتاج لهذا الطباق واحد رغيف خبز فرنسي الشوكولاتة دهن بدنا كوب تلاتة بيض بدنا معلقة صغيرة من الفانيلا وكوب من الكريمة وكوب من الحليب وكوب من الجوز ومعلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة سكر طيب سهل جدا الحلوة بتاعنا حنقطع الخبز لو ده مش موجود بنقدر نعمل الحمام العادي بس يكون بايت عايزينه بايت شوية دلوقتي هناخد الخبز اللي عندنا وعايزين سكينة هنبتدي نعمل ايه هدهن كل العيش اللي عندي ده هدهنوا بالشوكولاتة اللي عندنا وحرصه اوكي اها هلأ هده كله بتحط عليه الكريمة وتحطيه بالفرن اه حلو انا قريدي حطة واحدة طبعا في الفرن عشان ايه تلحق كير متخيلة اطعمها زاك ليه حطة واحدة يا رندا في الفرن لان لازم لما اخط عليها الخليط بتاع الحليب والكريمة والبيض والفانيلا لازم اه احنا نسينا حاجة دلوقتي معلش هنعملها حالا لازم اه اسيبه على الاقل مش يعني تقريبا تلت ساعة اها عشان الخبز يشرب قبل ما تحطيه بالفرن قبل ما احطه في الفرن دلوقتي بس انا هعمل ايه اه عايزة ادهن القالب بتاعي بالزبدة بالزبدة اللي هو عيار الزبدة اللي عندنا اها بس هي دي الحاجة اللي لازم نعملها قبل ما نحط الخبز بتاعنا اللي بالشوكولاتة خلاص طيب شو في يا رندا احنا كده خلصنا الطبقة بتاعنا طبعا انتم تعملوه حسب الحاج اه اللي انتم عايزينه اه هنا انا عندي الزبدة خلصناها اه هنا عندنا الكريمة والحليب مع بعض خلطيهم كوب كوب اه على الكمية دي كوب كوب الحليب والكريمة هحط معاهم التلات بضات وهحط معاهم الفانيليا ممكن كمان تحطوا برش برتقال لو تحبه وكمان دلوقتي جيف بالي ان احنا ممكن نحط قهوة اه بتلع ساكش تلاطة مع القهوة اه هحط السكر معلقتين كوبار وهنخلطهم مع بعض هالا كان بديك تريكيه عشرين دقيقة يشرب قبل ما نخطه على عشرين دقيقة قبل ما ندخلوا الفرن علشان خاطر لازم العيش يتشت شوية الخبز يتشت شوية وبندخلوا الفرن تقريبا يعني برضو عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة خلاص هناخد دلوقتي نوع المكسرات اللي بتحبوه وهنحطو انتي مكسرتين ولا منعطرتين كبار الدول الاربع منوة اه يعيني بس خلاص شكرا للمتابعين ما تنسوا تعملوا الشير وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد